اسطنبول تتمرد على القمع الأردغاني افتتاحية العميد أحمد عبد العزيز الجار الله أخيرا سمع الرئيس التركي رجل طيب أردغان كلمة الشعب الرافض لسياسته التي تسببت بهذه النقمة الكبيرة على حزب العدالة والتنمية والنهج الإخواني في الحكم في دولة لم تطق يوما الحكم الشمولي المستند إلى استبدادية بشعة مثل تلك التي يحكم بها هذا الحزب رغم أنها حكمت لفترات طويلة من العسكر إلا أن هؤلاء كانوا إلى حد كبير أقل قمعا مما هي عليه الحال اليوم انتخابات اسطنبول لم تكن مجرد إعادة لانتخابات بلدية في مدينة كبرى إنما المؤشر الواقعي على رفض الأتراك لأردغان الذي درج على رفض النتائش حين لا تكن لمصلحته وهو ما حصل في الانتخابات البرلمانية حين فاز حزب الشعب الديمقراطي بنحو 78 مقعدا فطالب أردغان بإعادة الانتخابات لأنه لمس مدى ارتفاع مؤشرات الانقسام الحقيقي حول سياسته ومردودها السلبي على الاقتصاد بعد الانهيار في سعر صرف الليرة وتراجع الصادرات إضافة إلى تخليه عن شعار صفر مشكلات وانغماسه في التدخل بالشؤون الداخلية للدول سواء كان في مصر التي حاول أن يجعل من نفسه مرشدا لها بعدما خطفت جماعة الإخوان المسلمين الحكم وحين انتفض الشعب عليها ناصب مصر العداء كذلك الأمر في سوريا التي اتخذ منها حديقة خلفية يرمي فيها مشكلاته الداخلية من جهة ويبتز الاتحاد الأوروبي في سعيه إلى الانضمام له فكان مر يلوح بجزرة مكافحة الإرهاب وأخرى يطلق عصى أغراقه باللاجئين ممنيا النفس بأنه إذا خسر معركته الأوروبية عاد إلى حلم أحياء الدولة العثمانية وجعل نفسه مرجعية كبرى في العالم العربي عبر بوابة سوريا والأمر عينه لم يختلف في العراق حين أغرقه بشذاذ الآفاق الإرهابيين من دول العالم طوال السنوات الماضية عاث حزب العدالة والتنمية فسادا في العلاقات التركية مع مختلف دول العالم الإسلامي في شمال أفريقيا والخليج العربي وبحث عن كل ما يثير الاختلاف والشقاق فجعل من قضية خاشقجي التي هي مسألة محط سعودية حجة لاستعداء العالم على المملكة انتقاما منها لإدراجها جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب ودعمها هي ودول الخليج العربية لمصر في تصديها للأزمة الاقتصادية التي نشأت بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وحكم الإخوان وتدخله لدعم الجماعات الإرهابية في ليبيا أما داخليا فتغذ من جماعة جولن حجة لقمع أي معارضة لسياسته وذلك من خلال مسرحية الانقلاب عام 2017 وزج الآلاف في السجون مصورا جولن العجوز المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية كأنه يمتلك قوى عظمى كل هذه الممارسات السياسية جعلت الأتراك يعلنون رفضهم من العلني لحزب العدالة والتنمية ورئيسه أردوغان الذي حاول المكابرة في الانتخابات البلدية السابقة غير أنه أذعن للشعب في الإعادة فهنأ خصمه بلغة أقرب إلى نعي سياسته معلنا بطريقة غير مباشرة قرب وفاة مشوعه الذي بات من شبه المؤكد أن الانتخابات المقبلة ستشهد تشيعه إلى مقبرة التاريخ منذ اليوم يمكن القول أن الأتراك سيبدأون التمرد على الأردوغانية تماما نثل ما ثار المصريون على الإخوان وهو ما يمكن اعتباره بداية تخلص العالمين العربي والإسلامي من هذا السرطان الذي كاد يفتق بهما لهذا لم يجد اليوم لا العدالة والتنمية ولا الأخوان من يعزهما في هذه الخسارة